دروح بقى ما حضرتكم للمشروع قومي للبطل الوليمفي والموهبة اللي بيقام على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب الملاكمة والمصارعة والجودو والتايكوندو وألعاب القوة تنس الطاولة كرة السلة كرة اليد وأيضا رفع الأثقال بالإضافة إلى المشروع قومي لموهوبي الاسكواش اللي حصل كالآتي أن المشروع ابتدى بالفعل يؤتي ثماره من خلال أولى المشاركات العالمية للعاب يرفع الأثقال بالمشروع قومي للموهبة والبطل الوليمفي من خلال خمسة لعبين في بطولة العالم للنشئين المقامة في اليونان وابتدوا يحققوا إنجازات بالفعل اللعبة نعمة سعيد فهمي أحرزت ذهبية الكلين وكمان النطر وفضية الخطف في وزن 71 كيلو جرام اللعب محمود حسني السيد ميزان 81 كيلو حصل على ميداليتين فضيتين وهو من أبطال المشروع قومي للموهبة والبطل الأوليمفي في رفع الأثقال كمان اللعب أحمد مجلي ابن المؤسسة العسكرية بأسيوت حقق المركز الرابع فيها هذه البطولة طبعا حاجة مهمة جدا أن مصر بدأت تجني ثمار هذا المشروع المشروع قومي للموهبة والبطل الأوليمفي بعد اعتلاق أبطاله لمنصات التتويج وهو ما يعني يبرهن على أهمية هذا المشروع في اكتشاف المواهب الرياضية في جميع محافظات مصر في ظل طبعا الدعم الكامل والمتواصل اللي بيقدمه فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل الرياضيين ولكل أنواع الرياضات المختلفة اللي هي دور كبير جدا كمان بتلعبوا وزارة الشباب والرياضة خليكم دايما عارفين أن احنا بلدنا دي فيها أكتر من 100 مليون برئادة متوزعين في محافظات مصر المختلفة تأكدوا أن احنا عندنا في كل قرية في كل حارة في كل نجع لازم تلاقوا لعيب واعد جدا 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 بس اللي يخده يضع في الإيمان بس اللي يحطه على التراك وده اللي بيحصل دلوقتي تفعي معاك جدا بس فكرة هنا لو هنرجع تلك المشروع القومي للبطل الأولمبي ده بجد أنا في تقديري الشخصي ده شيء مش بس رائع أكثر من رائع زي ما كريم بيتكلم أنت عندك زي ما بيتقال كده عندك المتيريل بس مش عارف توصفها مش عارف تحطها في مكانها الصح فأنا لما يبقى عندي مشروع زي ده وأقدر من خلال هذا المشروع وثلاثة أربعة وفيه رياضات مختلفة خلي بالك زمان أقولك على حاجة زمان أيام كنت بشتغل يعني شوية إخباري أو سياسة كنا بننزل أماكن زي ما أنت بتقول القرى ومحافظات وأماكن كنت بشوف بعين يا كريم يعني أطفال صغيرين والأهالي بيجوا يتكلموا معنا يقولك أنا ابني عايز فرصة أنا بنتي شطرة قوي بس عايزة فرصة فلما بتيجي تقول كنا زمان بقى الكلام ده قديم ما أيام ما كانش فيه لسه اهتمام نفسها وتفيد بلدها بعد كده فلا جي أو أصبح هناك يعني موجود على أرض الواقع الشيء اللي من خلاله تقدر أن أنت تثق الموهبتك وتظهرها للعالم أنت بتاخد الفرصة وبعد كده الباقي عليك فده اللي بيحصل المشروع القومي البطل الأوليمبي أنت بيعطي الفرصة للشخص وبعد كده الشخص هو اللي بيده بقى يوصل لإيه فحاجة أكثر من محترمة حقيقي يعني وكل التوفيق طبعا وقدي مزيد ناسة هو على الأرض الواقع لما خدت فرص بصوا عملت إيه يا رب مزيد ومزيد من الأبطال ومزيد مزيد من المصريين اللي بيرفعوا اسمنا في الخارج